عايز اقولوكم ان النهاردة رسميا اتفسخ عقد كريستيان رونالدو مع نادي منشستر يونايتد عندي تصريحات بعد شوية هنشوفها لكريستيان رونالدو في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل لكن هو خلاص النهاردة اعلن رسميا بارضاء الطرفين فسخ التعاقد بين كريستيان وبين نادي منشستر يونايتد والاتنين كده خلاص في مصلحة الفرقتين ده هيخش اللي هيكمل المنديال وهو مرتاح نفسيا كريستيان رونالدو والوكيل بتوع حيبتدي يفكر الخطوة القادمة في ينار حتبقى معامين وفي كلام انه في أندية طالبة كريستيان ومنها نيو كاسل منها تشيلسي منها في ايطاليا روما منها على فكرة في اسبانيا قتلتكو مدريد منها في البرتغال سبورتنجلش بونا كل دي أندية بتفكر ان هي تتعاقد مع ميسي خلال الفترة القادمة طبعا ميسي هيبعني اكتر على الأندية اللي بتلعب لسه او مكملها في دورة ابطالة اوروبا زي سبورتنجلش بونا وزي تشيلسي اكتر خلال الفترة القادمة خناقة قامت بسبب نجمة نيمار عمل حاجة بيبعت ميسيج اللي عبته والجمهوره بيرفع ونروح من المعنوية حط نجمة على شرط بتاعه سادسة في اظهار بص عملها تحت اهي وكأنه يعني بيقول ان احنا حنكسب كاس العلم للمرة السادسة وما كسبوها خمس مرات في تاريخ البرازيل هو عايز يقول ان احنا جايين عشان نكسب ليه المرة السادسة صحيفة بلد الالمانية شافت النجمة دي وشافت الصورة دي شنت هجوم حد جدا الحقيقة على نيمار ووصفته يعني بالمغرور ورد عليهم ريت شارلسون ده اللاعب توتنهام ولاعب منتخب البرازيل الحقيقة هاجب جدا البلد وقال ان اي حد هيهاجم نيمار نجم البرازيل وصفه قال ده هيبقى مغرد وحيبقى اناني وحيفضل كل اللاعبت البرازيل يدفعوا عن نيمار باي شكل وباي لون وفبصوا في فيديو كده لي ريت شارلسون لو نشوفه وهو طول الوقت بيبقى قراب من نيمار وبيقعد جنبه ويظهر كده كأنه يعني من اللعيبة اللي عاشقة لهذا اللعب